موسيقى أهلا بكم في اليوم السابع ومجموعة من الملفات نتابع على مدار الوقت القادم ستكون معنا في الملف الأول بعد أن كانت معطلة لسنوات العديد من المصانع تحرك عجلة الإنتاج في الملف الثاني المدرسة الإلكترونية خطوة مهمة لمواكبة التطور في مجال التعليم في الملف الثالث عيد العمال قوانين كافلة وجهود مستمرة لتحسين واقعهم الاقتصادي قبل أن نبدأ بكل هذه الملفات نبقى مع العراق في أسبوع موسيقى مبارك للطبقة العمالية عيدها الأغر هذه المناسبة الوطنية التي يجب أن نعلي فيها قيمة العمل موسيقى هذه الحكومة جادة في دعم قطاع الصداع وهذا العام عندما قدنا عام الإنجازات فنحن ننفذ هذا الشعار قولاً وفعلاً من خلال افتتاح العديد من المشاريع التي كانت معطلة للأسف طيلة سنوات إن مؤتمر العمل العربي عقد في عاصمتنا الحبيبة بغداد بعد انقطاع دام لسنوات حيث جاء في الوقت الذي تتضلع فيه حكومتنا إلى بناء أواصل المحبة والألفة والتعاون المشترك بين العراق والدول الشقيقة والصديقة إضافة إلى أن انعقاده سيدعم الجهد الحكومي في تحقيق أهدافه في العمل اللائق وتحسين شروطه وظروف العمل وتطوير القطاع الخاص والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد والتي تعد من أهم فقرات البرنامج الحكومي يوم وقعنا أربع عقود العقدين تخص الكبريت المشراق ومجملهم أثنين هن أربع ملايين طن سنويا إن شاء الله خلال ثلاث سنوات يتم البدء بالإنتاج ومعمل إنتاج كاربونات الصوديوم 90 ألف طن في الشركة العامة للزجاج والحراريات ومعمل إنتاج أسمد الفوسفاتية المركبة 240 ألف طن في الأسمدة الشمالية لغرض القضاء على الدوام الثنائي والثلاثي ضمن قاطع مدينة الصدر الأولى التي تعاني من الاكتظاب السكاني تخصيص مساحة ثلاث دونمات من قطعة الأرض المرقمة 67162 على أربعة ليتسنى بناء ثلاث مدارس سعة 18 صفا وأربعة وعشرين صفا وروضة أطفال ضمن أعمال مشروع الوزارة رقم واحد تم فتح ما يقارب 45 زقاق وأيضا رفع ما يقارب 2300 صبة وفتح طرق مغلقة ما يقارب 10 طرق داخل وخارج المنطقة الخضراء وأيضا رفع أبراج متروكة مراقبة ما يقارب 20 برج نبدأ من الملف الأول بهدف تنويع مصادر الدخل والانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد السوق تواصل الحكومة تشغيل ودعم الصناعة بما يضمن النهوض بهذا القطاع لا سيما الصناعة التي تتوافر مدخلاتها ولوازمها محليا وترتبط بتطوير البنية التحتية للبلاد وإدامة بناء السكن والمشاريع العمرانية التي تشهد اليوم انطلاقة حقيقية ومن تلك المشاريع التي يجري العمل عليها وعلى تفعيلها وتشغيلها الصناعات الفولاذية كونها تعد الأساس بعمليات التنمية ملف التنمية الصناعية وأهمية القطاع الخاص بتفعيله نناقشه مع ضيفي في الستوديو المهندس أحمد حامد زين الدين مدير الشركة العامة للصناعات الفولاذية في وزارة الصناعة لكن بعد هذا التقرير بعد غياب لأكثر من عقدين افتتاح مصنع الصب المستمر في الشركة العامة للصناعات الفولاذية والذي يحتمد على مخلفات الحديد وزير الصناعة والمعادن أعلن خلال هذا الافتتاح عن توقيع أربعة عقود مهمة تخص كبريتا المشراقي بإنتاجية إجمالية تبلغ أربعة ملايين طن سنوية وأخرى تتعلق بإنتاج كربونات الصوديوم فضلا عن معمل لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية المركبة وعقود أخرى ستوقع قريبا يوم موقعنا أربع عقود العقدين تخص الكبريت كبريت المشراق ومجملهم أثنين هن أربع ملايين طن سنوية إن شاء الله خلال ثلاث سنوات يتم البدء بالإنتاج ومعمل لإنتاج كربونات الصوديوم تسعين ألف طن في الشركة العامة للزجاج والحراريات ومعمل لإنتاج أسمدة الفوسفاتية المركبة ميتين واربعين ألف طن في الأسمدة الشمالية لاحقا عندنا قيد التوقيع أيضا عقود عقد الزجاج المسطح وعقد القناني والجرار المرحلة الأولى من المشروع ستنتج ستمائة ألف طن سنوية قابلة للزيادة في قابل الأعوام فيما المرحلة الثانية ستتضمن ابتتاح معمل الذرفلة خلال عشرة أشهر مخرجات الإنتاج ستفضي وفق مسؤولين في الوزارة إلى دعم الاقتصاد المحلي وسد حاجته من حديد التسليح وغيره خاصة مع جهود الحكومة في ديمومة المشاريع الخدمية والسكنية التي يكون عمادها هذه المواد تم إنتاج الدفعة الصفرية التي ينتج حديد العروق التي تعتبر هي المادة الأولية لمشروع الدرفلة التي من المؤمن أن ينتج ستمائة ألف طن سنوية من حديد التسليح والحديد الصناعي بمختلف القياسات حققنا راح يوفر مبالغ كبيرة بالعملات الصعبة للبلد ويحول أكداس من السكراب بالبلد راح يحولها إلى حديد ليدخل في مراحل الإنتاج ومراحل الإعمار ويؤكد المنهاج الحكومي على النهوض بالإنتاج المحلي وإعادة المعامل المتوقفة إلى العمل من خلال الخبرات المحلية أو الشراكة مع مؤسسات أقليمية ودولية بحسب الحاجة والاختصاص وهو ما تحقق في هذا المشروع عباس نعمة العراقية الإخبارية بغداد إذن مشاهدين ورحب بضيفي في هذا الملف المهندس أحمد حامد زين الدين مدير عام الشركة العامة للصناعات الفلاذية في وزارة الصناعة أهلا ومراحباً تحية لك أستاذ سربد وتهنئة بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس تلفزيون العراق شكراً جزيلاً وتحية لجميع المشاهدين الكرام ونحن طبعاً دون نحييكم على الجهد اليبدل من أجل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة لذلك أسأل جنابك عن إعادة التشغيل للمصانع المتوقفة توجه حكومي للإصلاح الاقتصادي نعم شلون تصير عملية إعادة تشغيل هذه المصانع نعم الحكومة وضعت في برنامجها الحكومي بوابة الصناعة بوابة مهمة للإصلاح الاقتصادي من هذا المنطلق في بداية استلام وتسنم السيد وزير الصناعة والمعادن المحترام وضعنا خطط من خلال دوائر الوزارة وضعنا خطط متكاملة لمعالجة كل المعوقات التي نتوقعها تعيق النهوض بالصناعة وتعيق تشغيل المصانع بعد توقفها لفترات طويلة هذا التوجه لاقى دعم كبير من دولة رئيس الوزراء المهندس محمد الشاع السوداني المحترم ولأنه على علم لأن سبق أن تولى حقيبة وزارة الصناعة في فترة معينة فعلى الطلاع كامل بالخبرات الموجودة في وزارة الصناعة والإمكانيات البشرية والإمكانيات المادية فممكن أن نهوض بها فلذلك كانت الخطط التي نوضعت من الوزارة وبمتابعة يومية من السيد معالي وزير الصناعة والمعادن المحترم السيد خالد بالتال أو خلت المصانع بهذه الفترة القصيرة اللي من سنة الأولى بعام الإنجازات حققنا وشغلنا بعض المصانع والقادم أفضل إن شاء الله إن شاء الله أستاذ أحمد خلينا نتحدث عن المصانع المتوقفة لتخص الصناعات الفولاذية كم عدد هذه المصانع وشقد بدأ تأهيل منها نحن نرى الصناعات الفولاذية صناعات استراتيجية مهمة إلها دور حيوي ومهم ورئيسي في التنمية الصناعية والإنشائية والاقتصادية للبلد فلذلك الصناعات الفولاذية المتمثلة بصناعة الحديد والصرب يعني صناعة ركيزة أو عمود فقري لبقية الصناعات من هذا بدأ التركيز على الصناعات الاستراتيجية اللي هي الأول وحدة هي الصناعات الفولاذية الصناعات الفولاذية بدأنا بتشغيل المصانع بعضها كان متوقف بسبب توقف التمويل إليه يعني انصرفت علي مبالغ استثمارية وتوقف فإلي جئنا إلى عقود مشاركة وهذه ثمرتها معمل صب المشترك ومشن المقصود بالمشاركة سيد أحمد يعني مع القطاع الخاص مع القطاع الخاص بالضبط القطاع الخاص يعني إلى دور فعال وحيوي في تفعيل عجلة المصانع وكان لتجاوز عقبة التمويل حتى يتم استكمال العمل بالأكيد المصانع بتوقفها تحتاج إلى مبالغ عالية حتى تشتغل هاي المبالغ إذا اعتمدت على ما ممكن تعتمد على تمويل الميزانية المبالغ المخصصة ضمن الميزانية للصناعة فلجأت الوزارتنا وفق خطط استرشادية تضمن الحقوق المتكاملة للشركات العامة ووفق دليل استرشادي حديث محدث من قبل دائرة الاستثمارات في الوزارة وبإشراف ومتابعة من قبل المعالي وصلنا إلى حالة أو إلى عقود شراكة مع شركات رصينة شركات فاعلة هو هذا الدور عراقية محلية أم فيها أجنبية أيضا معظمها شركات أجنبية وبعضها شركات عراقية تستند على شركات أجنبية تكون ساندة إلها وداعمة إلها مقابل طبعا حصص إلها من الأرباح لاحقا بالتأكيد كم سنة حد تكون هذه عقود الشراكة؟ يعني بتتراوح بين 20 إلى 30 سنة وضامن حقوق بعدها يعود كل ممتلكات التي انصرفت إلى وزارة الصناعة أو تجدد عقد الشراكة طيب أيضا يعني هذا يخلينا نسأل عن الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع الذي تم تشغيله ويقدر يرفض السوق العراقية باحتياجاته نعم بداية الطاقة الإنتاجية 600 ألف طن سنويا تسألني عن المادة الأولية وتسألني عن المعمل شنون صار المعمل المادة الأولية لهذا المصنع هو المخلفات الحديدية السكراب السكراب اللي تشوفوا في مناطق مختلفة من البلد بأكداس بأشكال ربما تسيء للبيئة ومناظر سيئة كل هاي راح تتحول إلى حديد إلى عملات صعبة هذا تشتروا أنتو ولا أكو شركات راح تكون هاي مهمتها أن تشتري من الأسواق وتبيعها للمصنع لا لا هاي بتوجيه من الدولة إنه كل السكراب الموجود في الوزارات الخاص بالحكومة الخاص بالحكومة بالضبط وهو كمياته كبيرة بعد ما عانت وما عانت الدولة والوزارات وتعرضت إلى خراب كبير في مختلف السنوات السابقة طيب فكل بالنسبة للشركات الشقيقة تابعة الوزارة الصناعة فنحن نحصل عليه على سبيل الإهداء طيب دعم للصناعة وبالنسبة للوزارات الأخرى أحياناً إهداء وأحياناً مقابل مبالغ تدفع للوزارات المعنية طيب لكن أستاذ أحمد هذا في المرحلة الأولى لاحقاً المادة الأولية من راح تحصلها إذا ما انتهى الموضوع السكراب لا لا هي كميات السكراب هي ما لها يعني ما لها نهاية في الوقت الحالي يعني أنت تشوف بحسب دراستكم للموجود أنه كمياتها كبيرة لا هو يعني شوف السكراب كل سنة أنت عندك عجلات تسقط وتصبح سكراب عندك مخلفات حديدية من بناء من تحديث بناء يصير إعادة تدوير إضافة إلى هذا إحنا ممكن يعني إذا لكل حادث الحديث وممكن استيراد مواد خام كمواد سكراب إذا كان هناك حاجة نعم بس حاليا إحنا رح نخلص البلد من هذه المادة من هذه التراكمات ونحولها إلى حديد بعملات صعبة يدخل فيه في النهضة العمرانية التي تشهدها البلد إش قد هذا رح يوفر هذا الموضوع إش قد رح يوفر مبالغ للدولة إش قد رح يحقق مدخولات أيضا لترفض الميزانية وبنفس الوقت إش قد يخدم الأسواق الحاجة في الوقت الحالي للحديد التسليح كلش كبيرة بحكم النهضة العمرانية اللي إذا يشهدها البلد نعم فلذلك الجزء اللي ينتجه هذا أكيد رح يسد حاجة كبيرة من السوق ويلحقها مصنع الحديد والصلب هم رح يلتحق إن شاء الله ويصير تكامل قريبا هذا إن شاء الله إن شاء الله قريبا إن شاء الله قريبا في بغداد في البصرة في البصرة نعم نسد الحاجة الكبيرة للسوق هذا الحديد استيراده بالعملات الصعبة يعني رح يوفر أنه يحول لك أقداس من سكراب من مخلفات حديدية إلى عملات صعبة تفيد اقتصاد البلد أكيد إذا ما تم يعني استكمال الأمر بافتتاح المصنع اللي تحدثت عننا حضرتك اللي في البصرة نعم وحيكون حالة تكاملية بين المصنعين مش قد رح يقدم للأسواق هل ممكن نصل مرحلة يعني نستغني عن المستورة أنا إذا تسمح لي رح أحكي لك مصنع الصب المستمر حتى أنتقل للمصنع اللي بالبصرة مصنع الصب المستمر مثل ما قلنا إحنا المادة الأولية هي المخلفات الحديدية طيب اللي تدخل أفران صهر فرن صهر حديث بتقنية حديثة بسعة عالية يعني تقريبا خمسة وخمسين طن سعة هذا الفرن بعدها بعد ما ينصهر يدخل فرن آخر الف فرن البودقة اللي يعالج معالجة كيمياوية حتى نحصل على أفضل وأفضل نوعية وأفضل تركيبة كيمياوية للحديد طيب بعدها راح يدخل في جهاز التشكيل السي سي أم حتى يخرج عبارة عن عروق حديدية اللي هي عبارة عن ألواح بأطوال 6 متر وبأبعاد 13 سانتين في 13 سانتين هذه الألواح أو هذه العروق الحديدية هي حاليا راح تعتبر المادة الخام والمادة الأولية لمصنع الدرفلة في البصرة فلذلك راح يصير تكامل اقتصادي بين شركات وزارة الصناعة فبدلا من أن يستورد مصنع الدرفلة اللي بالبصرة العروق الحديدية احنا وفرنا للعروق الحديدية في شركتنا وبنفس الوقت احنا بتاريخ واحد خمسة اللي شرفنا به دولة رئيس الوزراء السيد محمد الشيع السوداني المحترم بافتتاحها معمل الصب المستمر بنفس اليوم وبعزيمة وبإصرار وبقوة زادتنا بتشريفة باشرنا مباشرة بفتح مصنع بالعمل على انجاز واكمال مصنع الدرفلة في شركتنا وخلال ان شاء الله عشرة أشهر راح نحتفل ان شاء الله بافتتاحها فيصبح مصنع متكامل لانتاج حديد التسليح باقطار مختلفة حاليا راح نتفق ويا شركة البصرة او شبه اتفاق اقتصادي صار بان نجهزهم بالعروق الحديدية حتى يكملون انتاج الشيشة التسليح في مصانعهم هذا يعني لو ان شاء الله اكتمل بيعمل مصنع البصرة والخاص بكم ايضا يكون يعمل وبالتالي راح تكون يعني تزيد الطاقة الانتاجية اكيد اش قد راح تغطي من السوق بحسب دراسات اللي وضعتوها حتى تعرفون اش قد احتياج السوق يعني تقريبا اكثر من نص يعني اكثر من خمسين بالمئة تصل الى سبعين بالمئة ان شاء الله احنا شركتنا وشركة الحديد والصلب وبعض المصانع الاهلية المتوفرة تصل حتى ثمانين بالمئة من حاجة السوق الحالية في هذه النهضة العمرانية في هذه الحاجة الملحة التي تصل تقريبا الى ثلاث ملايين طن سنويا ممكن تتجون نصف هذا اكثر من نصف اكثر من نصف احنا ستمية يعني ولكم لها الحديد والصلب البصرة والمصانع الاهلية فان شاء الله يصير فتح حماية للمنتج هذا هذا قد يساهم بموضوع السيطرة على اسعار الحديد اللي بين فترة وفترة يصير فيها ارتفاع بالاسعار وهل راح تكون دخول الشركات وزارة الصناعة مساهمة بتخفيض اسعار الشيش التسليح احنا الاسعار مقارنة بالكفاءة نعم يعني احنا نوفر شيش تسليح بمواصفات عالية جدا بمواصفات قياسية قد لا تتوفر بالحديد المستورد وهذه راح يكون الطلب عليه حتى لو طلب عليه كلش كبير لان المستهلك مادة يستخدم مادة ممكن تبديلها هذه مادة تدخل اساسية في الاعمار وفي البناء وماخذها من مصدر موثوق ومراقب بالضبط فراح يكون الطلب عليه حتى كلش عالي بحيث يغطي ان شاء الله ونسعى ونتمنى انه نغطي حاجة السوق موضوع الاسعار استاذ احمد حتى ايضا المستهلك التاجر الشركات تعرف كيف راح يكون مستوى الاسعار السعر راح يكون مناسب بمقارنة بالكفاءة بس لا تقارن لي سعر حديد تسليح ما خاضع لأي مواصفة ما ممكن يعني هاي مقارنة غير عادلة بس راح يكون بمثيلة وبمستوى كفاته لا أقل من المستورد بالتأكيد يعني بالتأكيد من خلال متابعتكم للسوق تجد انه اكو رغبة من المستهلكين اتجاه الشيش العراقي اكيد تعرفك منافسة بالاسواق واحيانا اعتماد على نوعيات مستوردة يثق بها السوق ويروج لها بانها الافضل في الاسواق احنا الصناعة العراقية لها سمعة كبيرة وثقة المواطن العراقي بالصناعة العراقية ثقة كبيرة بس لاختفاها من السوق صارت البديل الناس قامت تبحث عن بديل فاحنا هذا واجبنا راح نثبت كفاءة المنتج مالتنا ونحقق به شهادات الفحص متعارف عليها راح نثبت الكفاءة راح نخلي المستهلك يدور على المنتج العراقي وراح نشوف ايضا مصانع اخرى ان شاء الله يتم الشروع باعادتها للعمل سواء بمخص شركتكم اولا وهذا اللي ممكن تتحدث عنه ومن خلال يعني مسموعاتك من خلال الاجتماعات تحضرها اكو توجه ايضا نحو شركات اخرى باني تم اعادة تفعيل مصانعها في وزارة الصناعات نعم احنا بالحقيقة انا لأسباب اللي قلت لك توجهنا للقطاع الخاص الفعال والمتمكن اقتصاديا نعم وفنيا هذا راح يكون الى دور حقيقي دور حقيقي في التنمية وراح يكون الى دور حقيقي في تشغيل المصانع فلذلك وزارتنا عقدة ما يقارب ثلاث مؤتمرات او بالحقيقة هي ثلاث مؤتمرات في بغداد والبصرة لعرض كافة مصانع وكافة الفرص الاستثمارية في مؤتمرات وبطريقة شفافة وبطريقة واضحة ومعروضة لجميع الشركات حتى نخلق روح المنافسة للحصول على الفرص الاستثمارية لهذه المصانع فان شاء الله احنا مضينا وهذه خطوة وراح تليها خطوات متلاحقة وان شاء الله نعيد الصناعة الى سابق عهدها في وقت قصير جدا ومثل ما حققنا في عام الانجازات يعني مشروعين ومصنعين في وقت قصير ان شاء الله نوعد الناس انه تكون الاسرار والعزيمة اكبر وخاصة هذا الدعم اللي تنحصل عليه من دولة رئيس الوزراء راح يزيدنا عزيمة انه نكون تحسن ظننا وان شاء الله خلال فترات قصيرة راح نفتتح مصانع اخرى ان شاء الله في ختام هذا الملف شكرا جزيلا للمهندس احمد حامد زين الدين مدير عام الشركة العامة للصناعات الفلاذية في وزارة الصناعة شكرا جزيلا لحضورك في اليوم السابق شكرا لكم شكرا جزيلا الى الملف الثاني قبل فترة اطلقت وزارة التربية المدرسة الالكترونية وهي خطوة مهمة لمواكبة التطور في التعليم من اجل الحديث عن هذا الموضوع المهم معنا عبر الهاتف السيد كريم السيد المتحدث باسم وزارة التربية انا ومرحبا السلام كريم سؤال خير تحياتي لحضرتك ولمشاهدي العراقية الإخبارية حياة كالله استاذ كريم يعني استمعت لحديثك في اكثر من مناسبة عن المدرسة الالكترونية وحقيقة اكو بعض التفاصيل اللي اولياء الامور تسألوا عنها فنتمنى من حضرتك ان توضحها واحدة من التفاصيل اللي تم السؤال عنها انه هل سيتبع انطلاق المدرسة الالكترونية خطوات لاحقة ربما اوسع وهل ممكن ان تشمل الامتحانات كذلك يعني ابتداء التجربة ستكون ان شاء الله حاضرة في عامها الاول هذه التجربة يراد لها طبعا ان تكون رائدة اولا في تعزيز التعليم المدمج الذي يواكب ويوازن بين اساليب التعليم ويعطي دافعية جديدة على مستوى العدوات المستخدمة نعم الاصل الان ان يتم طبعا يعني التعامل مع الطلبة بالنسبة للمراحل المنتهية على اساس الوزاري يعني شأنهم شأن زملائهم الاخرين الفارق هو طبعا بالادوات يعني ادوات التعليم اليومية والمواصلة واخذ الدروس لان تعرف بالفترة السابقة كان طالب الخارجي وطالب الانتساب بمجرد تسجيلهم ومجرد ان يكسبون طبعا الوضع القانوني لهم اللي هو يؤدون فقط الانتحانات النهائية ما كان هناك يتواصل معهم معلم او مدرس ولا كان هناك علاقة يومية مع الكتاب هم ومجهوداتهم لكن بالمدرسة الالكترونية هناك تواصل يومي وهناك ايضا مراجعات وهناك خلينا استوقف فكب هاي النقطة ستاذ كريم لان هاي ايضا كان اكو اسئلة بخصوصها بخصوص المدرسة رح يكون بها تسجيل حضور يومي للطالب وبالتالي اذا يتغيب يحاسب مثلا هو تسجيل الحضور يعني اشبه بتسجيل الدخول بالمواقع الالكترونية بمجهود تسجيل الدخول انت اثبتت حضورك وبالتالي ستجد المادة التي يعني انت مكلف بها وكذلك كل ما يتعلق بالمستجدات احنا طبعا التجربة هذه يعني تدر العراق عاشها خلال عزمة كورونا وصال التواصل بين المعلم والطالب الالكترونيا وبالتالي الوزارة وكل الجهات الالساندة لديها الخبرة لازمة لادارة هذا الوضع الالكترونيا احنا كل نأمل انه يعني هذه المدرسة اولا توفر المناخ الانسى بتواصل المؤسسة مع الطالب بشكل عام وايضا تجدب الطلبة المتسربين كثير من الطلبة ربما عدم مناسبة اوقات الدوام الرسمي او وضعهم الخاص او ظروفهم لو احتياجات خاصة غيرها تركوا للأسف يعني الدراسة الاهم من هذا انت تعرف اليوم هناك اقبال يعني شديد على استخدام مساء للتواصل الاجتماعي والهواتف الذكية هذا من الشأن ايضا ان يرغب الطالب ويعطيه داسعية لان يتواصل بشكل دائم مع المدرسة ومع دروسه بحالة اكثر اريحية ويؤدي احنا استاذ سرمز بالنهاية تجربة مؤكد يعني بالنهاية العام الدراس القادم ان شاء الله تكون هناك تقييم ومراجعة وتقييم بالضبط وتقويم وتصحيح اذا ما كانت هناك يعني تجربة طيب 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 ايضا سؤال اخر مهم انه تسألوا اولياء الامور هل راح يكون اكو امتحانات شهرية الكترونية نعم راح تكون هناك امتحانات غير الامتحانات الحضورية اللي هي نصف السنة ونهاية السنة اتحدث عن الشهور لا شهور نعم غير هذه الامتحانات راح تكون ان شاء الله هناك امتحانات وهناك تواصل وهناك طريقة وهذا الاسلوب يعني حتى على مستوى التعليم العالي كذلك تعرف معتمد يعني اقتراسات العليا وغيرها من خلال الكلاس تعليم عن بعد ايضا التعليم عن بعد بالضبط احنا بالنهاية يعني نعمل ان يستفيد طلبتنا اللي هم من الخارجي والانتساب من هذه التجربة ويتواصلون وتكسر لهم المناهج بشكل متواصل هذا ايضا من شأنه يعني قلب من الاخبال على الدروس الخصوصية او الدروس الاضافية لان الطالب اذا محتاج يعني احنا بالمناسبة كثير من طلبة الخارجي مثلا هم من القوات الامنين يعني اللي مثلا اوقات تعرف على اوقات الالتزام بالنسبة للدوام قد تتباين بالواجبات وغيرها فمن الممكن ان الطالب يعني يسجل حضوره حتى وان كان في ساعة متأخرة في وقت استاذ كريم ايضا يعني بموضوع اخير يعني ممكن حضرتك توضحها او ربما هذا راح يكون لاحقا لكن اسأل عنه حتى يصير ايضا واضح امام اولياء الامور انه تابعت الصفحة الخاصة بالمدرسة الالكترونية وشفت اكثر من مقطع فيديو يشرح كيفية التسجيل في المدرسة الالكترونية لكن يبقى ايضا هناك حاجة لان يكون مثل هذه المقاطع الفيديوية في كيفية التعامل مع المدرسة الالكترونية لاحقة عندما تبدأ ببث الدروس طبعا طبعا هذا يكيد انت تعرف يعني الان فقط مرحلة التسجيل ستكون هناك مرحلة خاصة بالتعبئة للمعلومات والتعليمات الخاصة لكيفية الاستخدام والتواصل مع الطالب بشكل عام طبعا يعني هذه الاجراءات كلها محسوب حسابها احنا تعرف عندنا اقسام بالتعليم او شعب التعليم عن بعد وايضا المدرسة الالكترونية في كل مديرية عامة ويتتابع بشكل خاص من التلفزيون التربوي وبالتالي هناك متابعة مستمرة لهذا الموضوع وستسجل بالتأكيد يعني مقاطع وستكون هناك تصميمات وقرافق وكل هذه التفاصيل التي تتعلق بإضاحات خاصة بكيفيات وعاليات وكل ما من شأنه أن يمطي وعي بعملية الاستخدام الالكتروني والأهم طبعا أنا ذكرت أنه إحنا في صدد التجربة الأولى التي نأمل إن شاء الله أن تنجح وتحقق أهدافها إذن المتحدث باسم وزارة التربية الأستاذ كريم السيد شكرا جزيلا لانضمامك إلينا في اليوم السابع إلى الملف الأخير في حلقة هذا اليوم احتفلت العديد من دول العالم في الأول من آيار بمناسبة عيد العمال وعيد حصل عليه العمال منذ نحو 140 عاما وفي العراق عملت العديد من القوانين في مقدمتها قانون الضمان الاجتماعي على إصلاح أوضاع العمال وبما يسهم في تقليص الفجوة بين عموم العاملين فضلا عن ضمان حقوقهم إضافة إلى أهمية تفعيل القطاع الخاص ودوره في تشغيل نسبة كبيرة من الأيد العاملة ملف عيد العمال وضمان حقوقهم ناقشه مع السيدة يسرى الهاشم رئيس الاتحاد الوطني المركزي لنقابات عمال العراق لكن بعد هذا التقليل بهمة ونشاط ملحوظين يواصل عمال العراق عملهم حتى في يوم عيدهم هذه العينة من العاملين حالها حال الملايين في مختلف المجالات وزارة العمل وشؤون الاجتماعية أشارت إلى مجموعة قرارات حكومية وتشريعات نيابية ومبادرات أسهمت بشكل عملي وموضوعي بتحسين بيئة العمل وإيجاد آلاف الفرص لمختلف التخصصات فضلا عن إلزام أرباب العمل بضمان حقوق العامل تشريع ثلاث قوانين مهمة لوزارة العمل وشؤون الاجتماعي وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي وكذلك قانون القروض المدرر الدخل وقانون وزارة العمل وشؤون الاجتماعي وكثير من المبادرات وكذلك صندوق التنمية وكذلك قانون والتشريعات الخاصة لعدم المساواة في العمل كل هذه القوانين والحزم هي مشروع النجاح لهذه الحكومة في مجال العمل إلزاموا أصحاب المشاريع بتشغيل خمسين بالمئة من العمالة الوطنية وصرف فروقات المتقاعدين وإضافة الخدمة العمالية وإعطاء امتيازات للمرأة العاملة وغيرها من القرارات الحكومية قوبلت بارتياح واسع من قبل العمال حيث جاءت التأكيدات على أهمية المضي بالعمل التشاوري بين النقابات العمالية والسلطات التنفيذية والتشريعية من أجل تصويب أوضاع العمالة الوطنية وتحسين مستوى العمل أكو توجه للدولة ببداية الصناعة وهي أهم شيء عندما تشغيل المنشآت والشركات والحكومية أيضا راح تقلل من البطارة الموجودة إضافة تشغيل القطاع الخاص أيضا الحكومة مهتمة بالقطاع الخاص هذا في التوجه هم سليم للحركة النقابية لأن في هذه المصانع والمعام راح تكون أيد عاملة عراقية وهذا الشيء نطمح له بنات الوطن وفي مختلف القطاعات احتفلوا بعيدهم في ظل حزمة قرارات وإجراءات أنصفت العامل العراقي من حيث الحقوق والواجبات وعدت انموذجا يحتذا به على الصعيدين العربي والدولي من بغداد زيد الطائي بنات العراقية الإخبارية أرحب بضيفتي في هذا الملف رئيس الاتحاد الوطني المركزي لنقابات عمال العراق يسر الهاشمي أهلا ومرحبا ستسر أهلا وسلم وكل عام وحضرتك وعمال العراق بألف خير وأنتم بألف خير يا أنتهم عمال حيات الله خلينا نتحدث عن مثل هذا التاريخ عيد العمال يعني يسعدنا أن نتحدث عن العام العراقي باعتزاز كبير لكن بنفس الوقت نتساءل عن كيف مر هذا العيد على عمال العراق اليوم وكيف هو وضعهم في ضوء المتغيرات الكثيرة التي تخص الواقع العمالي نحن حاليا كاتحاد وطني المركزي من نقابات عمال العراق برئاسة وعضاء يعني الحمد لله والشكر لنلاحظ أنه هناك حركة بالشارع العراقي تعرف أنه هناك فترة إنجازات الحكومة السودانية تنشيط القطاع الخاص أو تنشيط البناء أو العمار الذي يصرها صحة حاليا يعني هذا بالنسبة أنه حركة ما صار قبل يعني فقعد وفر فرص عمل طيب اللي نريد أن نتابع عن الموضوع هو هل يوجد هناك أمور تساعد العمال العراق على تطوير المهنمات الأهم هو هل كل أمال العراق مسجلين مسجلين عندهم حقوق يعني كثير من العمال بنعرف أنهم مراجعين ولا لهم علاقة بالدوارة خاصة بالأمور المشكلة شنو اللي تصير المشكلة أنه العمل العراقي برات يكون ما يعرف أو عنده خلفية بالموضوع أنه عنده قانون يخذبه أو ما مقتنع ما مقتنعها يحتي ليها صحيحة ليش مرة نحن نجي نزور مواقع العمل يقول لي ست رخف يبطلني أبو العمل لا أمي وما رح يبطلك هذا قانون ده يحميك وترح تدخل بالضمان بعد الخدمة ما تنتهي عندك قانون عندك راتب تقاعدي جد من الشركات المصانع مسجلة كل عمالها بموضوع هذا بالضمان الاجتماعي بدارة الضمان الاجتماعي بس هي هسا قابلة للزيادة هسا قابلة للزيادة ليش يعني أنه يكون متابعة شديدة بحالي القانون الجديد جد ممكن كل عامل يروح يسجل لا أقصد أنه فتح فرصة فتح فرصة القطاع الغير منظم القطاع غير منظم السائق الحلاق عمال البناء عمال البناء مو مشكلة السائق السائق الأجرة الحلاقين اللي يعمل بالسوق عنده مشروع هذا قاهم مشروع يروح هو الضمان الاختياري أما اللي بداخل المعامل لا لضماني جباري أنه يكون هذا المفروض المفروض لكن بحسب متابعتكم قد أكو أصحاب مصانع وشركات ممسجلين عمال هو يأكو مو صحيح أي حاليا هسا هو يأكو بس أكو متابعة تشكيل الجهة الميدانية بالدارة التفتيش أكو متابعة لهذا الموضوع نحن ما نقول أنه تكسل بذيك الفترة اللي صارت بس أحنا نحجز الموضوع للقانون الجديد أنه أنت حاليا ما مفعل بالصورة أو منافذ بالصورة الصحيحة كل يعني زايد نقول إحنا مطبقة قانونيا بالقوانين اللي مربوطة بي شون نقول إحنا بهذا الموضوع حاليا نتابع أنه أمور ملاحظات كتبت وذهبت إلى مجلس الدولة ننتظر أنه مجلس الدولة يوافق على هاي المواضيع الملاحظات حتى يقرها أو يتم تنفيذها ويتم تشرع القانون هذا غير القانون الجديد اللي تم هذا القانون الجديد على تعديلات تقوزين مو بتعديلات بملاحظات بملاحظات إيه تحتاج إلى تعديل مو تعديل وإنما أنه تطبيق تنفيذ القانون تفعيله عفية أنه أنا أفعل أنا مو بس أنه أخذت قررته بالتشريع وشرته بالوقع العراقية ووافق عليه رئيس الوزراء ووافق عليه رئيس الجمهورية يعني أنتوا تقانون يعني راضين عنه وتعتبروه يعني يخدم الواقع العماني تقانون إحنا ما نقول أنه قانون كلش يجاء يلبي طلبات العامل بس تقريبا أنه هو أحسن من القانون القديم بس يحتاج تفعيل يراد لتفعيل قوي متابعين مع وزارة العمل مثلا أنا هسا حاليا أنه إحنا نطمح على تنفيذ القانون بأسرع وقت طيب اشتغلتوا يا وزارة العمل على هذا الموضوع أكيد أكيد ناقد معنا شو اشتبعها طيب وتشوفون أكو استجابة أكيد يعني من الوزارة من التعاون مع الاتحادات العمالية لأنه بالتالي يصبح بمصلحة صدق الضم طيب أيضا أيضا يوجد تحديات تواجه العامل العراقي إذا تحدثنا منها تطبيق القانون تسجيلهم بالضمان الاجتماعي لكن أيضا يوجد منافسة يوجد العمال الأجنبية وهذه كثير من الأحيان نشوف العمال يشتكون من أنه يوجد منافسة من العمال الأجنبية للعامل العراقي وبالتالي فرصة صارت أقل أكيد هذا الموضوع شون اشتغلت عليه مع أنه العمال الأجنبية موجودة بكل عالم يعني مو فقط في العراق أوكي أنت جيت قلت أنه موجودة بكل عالم هي موجودة بكل عالم أنا مو ضد العمال الأجنبية والله العظيم أبدا نحن مو ضد العمال الأجنبية بس إذا كانت دخولها في الصورة صحيحة ضمن القوانين البلد عندها تصريح عمل كفاءة محتاجتها البلد ما يكون كيف يصبح دخول يعني بدون تصاريح وبدون عيش يأتي عامل مجرد أنه يدخل على موض أنه يقولنا زيارة سياحية أو زيارة دينية أو يأتي من من أربيل أو غير أربيل هذا طبعا بعضهم يعني أكو أصولي وأكو بعضهم إيش طبيعي أكو أصولي مسجل في المكاتب اللي يأتي من خلال وزارة العمل وأكو غير مسجلين يأتي خلال من زيارة العتبات المقدسة أو السياحة ويوميا يعني بكل أسبوع تقريبا نشوف حملة من وزارة الداخلية على دائرة الإقامة أكيد مشوكين احنا مع وزارة العمل وزارة الداخلية الداخلين بصورة غير صحيحة اللي جايين سياحة مثل ما تقولين حضرة تشوف وديش تغلون بأماكن بدون موافقات بدون موافقات ولا تصريح حتى سكنهم تعبان مو مؤهل أنه تكون هذا السكن شي صحي أو منافس طيب الإجراءات اللي دا تشوفيها الآن من قبل الجهات المعنية تلبي الطموح يعني دا تأدي الغرض دا تأدي يعني الشيء احنا قرارا للوزير الأخير أنه انطر فرصة تسعين يوم على أنه يعني يكيفون وضحهم الصحيح يعني الناس لاحقت وناس ملاحقت ناس بعدهم سيروا المعاملة ووقفة التسعين يوم يعني بعد ما لهم حق يتابع الموضوع يعني لو يعني نقول احنا من خلال قناتنا الموقرة العراقية الإخبارية هو أنه نطالب هذا الموضوع أن يمدد الفترة على مد اللي باقي أوراق متعلقات أو اللي ما مكمل من العمال الأجنبية من العمال الأجنبية وما مكملين وما مكيفين وضحهم الصحيح فطلبين يكونوا فترة سماح حتى يكملون على مد يكملون إجراءاتهم طيب بالمقابل هذا حتى اللي يدخلون بشكل نظامي شكل نظامي ما يأثر على فرص العامل العراقي أكيد يأثر راح يزاحم العامل العراقي حتى في موضوع الأجور لأنه يقال أنه أجورهم أقل من الأجور العامل العراقي أحبا هو مو بس الأجور احنا لو ننظر للموضوع من باب الاقتصاد البلد لا باقتصاد البلد راح يطلع العملة صعبة برة خارج العراق طيب أكو الآن مقترح من سيد معالي وزير العمل بأن يكون أكو حتى للشركات الاستثمارية الأجنبية بين مدقل العمال الوطنية عن 70% و30% للعمال الأجنبية إذا كان هذا الداخل لل27 أو 25 اللي يريد يدخل من العمل الأجنبية كونه عدى كفاءة أكثر من العراقي يعني أنه أنا محتاجة أنه يكون موجود يعني تشوفون الآن بحسب مراقبتكم أحيانا يتم تشغيل عمالة أجنبية معدل أكو عمالة عراقية أفضل أكو مهندس وكو خريجين أكو ما السبب ليلجأ لصاحب العمل لأن يوظف عامل أكو عراقي كفو أكثر منه مو مو كفو يقول لك الجور أقل أجور وما مطالب بالأمور وما عنده مشاكل عشائرية ويوديني أعلم أمور عشائرية أو من يعمل العامل العراقي هاي الحجج مع الأرباب العمل إحنا مو ضد الأرباب العمل بس يعني هلها بمن البلد إذا كان يعني يمكن يكون لكم دور في تذويب هذه المشاكل أنه يكون أكو توعية للعمال العراقيين بأنه وحدة من أسباب ذهاب أصحاب العمل إلى العمال الأجنبية هي كثرة المشاكل التي تخص العامل العراقي فبالتالي ممكن نحلها يتخلى عنها العامل العراقي يتركها حتى نوصل إلى منطقة وسط تتحالس لنا العزيز لحال كيف أنه أنا دائما أشجع العامل العراقي أنه أنت من تجهم رب العمل لو كان عمل بسيط عقد عمل كان شفوي العقد العمل يكون ملتزم رب العمل والعامل من نفس الوقت لا العامل يسبب مشاكل ولا رب العمل يسبب الشكل إذن الحال أن يكون عقود نظم العلاقة بينه هذا هو الشيء القانوني ومن نفس الوقت يضمنون حقهم من ثمين والعامل العراقي تشوفين الآن بحاجة إلى توعية بهذا الجانب أن يكون يطلب أن يكون عقود عمل أكيد ليش يعني أكو شركات توقع العمال على عقود يقول لهم مثلا أنه ضمن العقود أو الشروط أنه ما دخلك بالضمان الاجتماعي هذا ظلم أصلاً لا هذا أساساً البند هذا مقانوني إذا يتم مراجعته من قبل الجهات المختصة ينحال يلفظ ويحاسف بالعمل ينحال إلى محكمة العمل أكيد طيب يعني حقيقة نحن سعداء بوجودك معنا ستيسرة وإن شاء الله يكون لقاءات مستقبلاً حتى نتحدث عن تفاصيل أخرى ومنها طبعاً الموضوع الذي ذكرته حضرتك أنه تفعيل القانون الحالي ويشوف قد يكون لنأكاسات إيجابية على العام العراق شكراً جزيلاً رئيس الاتحاد الوطني المركزي للنقابات عمال العراق ستيسرة الهاشيم شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً وشكراً ومنصول لكم سيد الأكرم على حسن المتابعة في أمان الله وحفظاً